موسيقى بتكون انت مضغوطة عشان شايفها اني عمرة تكبر قدامك والأنا عليها وده اللي مخليكي قعدة بتفكري في الموت هو مش عيب ان الواحد يفكر في الموت ولازم نفكر فيه ويفكر في أحوال المسنودين عليه بعده ولاده أو أهله بس لما يفكر يفتكر ربنا سبحانه وتعالى هو الضامن الحقيقي في حياة ورحلة احنا عيشينها هو اللي خلاكي وقواكي ان انت تتحملي مسؤوليتها لحد النهاردة بابا ليش متعيش تبلغي بقى في تفكيرك في الموت ما تبقيش خايفة خليني اسألك على حاجة هل الحل ان البنت تفضل بعيدة عن باباها انا مقدرة جدا وحاسة بيكي ومتخيلة انت موريتي بيه والحملة قيل ومش قادرة وشلتيه لوحدك واخواتك كمان اخواتك دلقتي بيكبره انا بطلبش منك انت تسامحي ما تسامحيش فالبينك وبينه دي حاجة ترجعلك مناش دعوه بس كورينا هنتقابل قدام ربنا وده حق اعباد اللي معرفش ياخد حقه في الدنيا هياخده في الاخر ربنا يسامح في اي حاجة إلا حق العبد بس بنتك ممكن لو انت حاسة ان انت ممكن تجمعيهم مرة او يشوفوا بعض وتشوفي ايه رد الفعل لو انت عايزة تشوفيه وانت موجودة وتعرفت تحمي بنتك لو حصل لها حاجة جرابي كده بس انا مش هقولك انه هي تعيش مع الاب ومش عارفة ايه الحال اللي تعمل يعني ما قدرش اضمنلك ان هو يبقى كويس وما قدرش اقولك انه عنده استعداد للتغيير بس هل انت حاولتي وجربتي معاه جربتي تشوفي رد فعله هيبقى ايه عشان ما تعوديش ان انت تقولي هو لسه زي زمان ده هو لسه ما تغيرش مش جايز قلبه يا حن طب مش جايز لو شاف بنته وشافوا بعده وتكلموا وحصل تواصل بينهم يحاول انه هو يحتويها ويندم على اللي فاته لما كبرت وهي مش قدامه طب ما فيش اي حد فعلته فيها الخير وانتي قلت انه هم ايه ممكن يكونوا بيشتموا ومش مقدبين بس اكيد في حد كبير ممكن نلجأ له بسح وانتي قلت ان خلات البنت انهم كبر فانتي برضو خايفة ومش ضامنة بكرة فممكن بقى ان احنا نضمن ان احنا البنت دي تتربى في حياة كريمة وحياة كويسة انا بفكر معاك بصوت عالي وبقول ما باب المحاولة ان احنا ممكن نجرب ان هو يقعد مع البنت نجرب 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 قبل ما نقعد نقول لأ عشان تبي عملت اللي عليك وبعد كده يمشي في اللي انت بتقولي عليه ويا رب يا رب يا رب صوتك يوصل وانه نكون احنا سبب وان الناس او الاهالي اللي خايفة على عيالها او انه يبقى فيه اهالي غير كوف ان يتربي عيالها ممكن يروحوا دور ويتربوا حياة كريمة وحياة كويسة واللي ملقوهش جوه يلاقوه برا هناك ويتربوا تربية سليمة بس ويا رب ان احنا نكون سبب دايما وحتى الرسالة اللي حارك بعاتيها انه فيها امهات الرسالة يعني توجع القلب لما ابي يروح عشان يحاول يحل ازمة ابنه في المدرسة فيشتمه بامه قدام العيال ويصغره تو بتعمله ايه يعني مش نقول ان احنا ضد الاب اللي بيعمل كده او ضد الام اللي بتعمله كده احنا مش ضد حد احنا ضد الكائن اللي بيعمل في عياله كده ايا كان هو مين